اشتركوا في القناة والاستقرار الاقليمي وسار في طريق الخراب والدمار جوهر الازمة التي جلبها النظام القطري على نفسه قبل اكثر من عام يتمحور في السياسة الخارجية العدائية للنظام الدوحة والتي لم تكن وليدة اللحظة انما هي نمط اتسمت به ممارسات مسؤولي النظام لعدة سنوات هدفت الى زعزعة الامن والاستقرار واثارة الفوضى في المنطقة العربية والدول الداعية لمكافحة الارهاب على وجه الخصوص والتي كضمت غيظها بحكمة قادتها لسنين طويلة على من يدعون الاخوة والوحدة يعرضون عن مكرهم ولكنهم ابوا الا الشقاق والنفاق فكان لزاما على قادة هذه الدول وضع حد لتلك الممارسات السياسية في قطر صونا لأوطانهم وحفاظا على مصالح شعوبهم وتحقيقا لمبدأ المصير المشترك بين الدول الداعية لمكافحة الارهاب كان التنسيق ولا يزال مستمرا ومتناغما في التعامل مع كل ما يهدد امن هذه الدول ومن بينها السياسات القطرية في المنطقة فكانت قرارات قطع العلاقات مع الدوحة قرارات جماعية تهدف لمكافحة منبع الارهاب الذي هدد امن دولهم واراق دماء الابرياء مستخدما سبوله المعهودة لتأليب الرأي العام واثارة الفتن ودعم الميليشيات الارهابية من خلال قناة الجزيرة القطرية والاموال المشبوهة في شراء الاسلحة ودفع الرشا وشراء الذمم قرار البحرين في ايقاف اصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين هو قرار لم يكن فرديا كذلك قرار جاء ليصدح في بيت الحكم القطري ان كفى عبثا بامن دولنا كفى دعما للارهاب ولكن لا حياة لمن تنادي فقد كبلت قطر العزة بالاثم فباتت في كل يوم تقطع حبلا جديدا كان يربطها بمحيطها بدءا بدعم العناصر الارهابية وشن الحملات الاعلامية المغرضة وتضليل الرأي العام بل وتزييف التاريخ والحقائق الى ان وصل بها الحال ان طالبت بتسييس الشعائر الدينية بل ومنع مواطنيها من اداء فريضة الحج وفرض عقوبات على كل من يحاول مخالفة هذه القرارات التي تطعن في روح العقيدة الدينية السمحاء وتحرم المسلمين من اداء فريضة من فرائض ديننا الحنيف وركن من اركان الاسلام